ازايكم يا جماعة عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة هتكلم على موضوع شوية ممكن يكون صعب ولكن هعمل عنه سلسلة كاملة وهتكلم على ايه اللي يخلي ان البرج ده ممكن يخونك وطبعا اللي يهمني من الموضوع ان احنا نعرف ايه هي الاسباب عشان نخلي بالنا منها عشان اي حد بيحب حد اوي ما يخلوش ان هو يضيع منه فاعرفي الاسباب كويس جدا جدا وتعاملي على اساسها او اعتعاملي في ان انت تصلحي منها لو انت عندك حاجة من الاسباب دي اولا هتكلم على برج الحمل برج الحمل وهتكلم على سبع اسرار ممكن تخلي رجل الحمل ممكن يخون هو رجل الحمل ممكن يخون اي رجل ممكن يخون اي بني ادم ممكن يخون لو في حاجات هو محتاجها مش لقيها لو هو شايف ان بعض التصرفات او 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 اللي هم هنتكلم عنهم النهاردة بس عايزة قبل ان ما ابدأ واقول السبع اصرار المهمين جدا جدا على اللي بيخلوا او بيدعوا برج الحمل ان هو يخون عايزة اقول ان شخصية الحمل بتكون في موضوع الخيانة انه بيعترف بمعنى ايه ان برج الحوت لما بيبدأ ان هو هيخون او بيكلم حد تاني او ان هو في حياته علاقة تانية او امرأة تانية او علاقة سلسية بمعنى صح فبيبدأ انه يكون متوتر بيكون عنده قلق بيكون عنده اهمال لك فمن الاخر انت بتعرفي كويس جدا يعني مش خبيثة مش اللي هو يبقى عنده علاقة تالتة او يعني مرتبط بحد تاني او بيخون وانت مش هتعرفي لا بالعكس هتعرفي جدا جدا لان برج الحمل ما بيعرفش داري واضح جدا جدا هيبقى واضح هتقع حاجات في ايديك هتشوفي حاجات ممكن تشوفي رسائل حاجات من النوعية دي لما ييجي ان انت تقولي له انت بتعمل كذا كذا هيعترف لانه بيتلبخ هو برج بيتلبخ جدا رجل بيتلبخ فهيبدأ ان هو يكون واضح جدا وصريح معاك ويبدأ ان هو يعترف ويشعر بالزنب يعني ممكن ترجعي رجل الحمل ليك تانية لما ييجي يعترف وان انت تعوده تتكلمه مع بعض قعدة صفية يهمني ان انا كنت اقوله الموضوع ده في البداية خلوني بقى ابدأ بالسبع اسرار اول حاجة الاهمال 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 ليك ولا الاهمال في نفسك الاثنين يعني ان انت تهملي رجل الحمل تهملي الرجل اللي معاك بمعنى ان اي رجل بيكون حابب كلمات لطيفة حابب مش عارف ايه في الاشخاص المتجوزين رجل الحمل بيكون بيحب الجواز بيحب الحياة جدا العاطفية والرومانسية والعلاقة الرومانسية والحاجات اللي زي كده ملقاش ده بيبدأ ان هو ممكن يخون كمان بيحب جدا ان انت تدي له اهتمام يعني عملت ايه لأ ودلأ خليه اللبس بتاعك كزا ده اللبس اللون ده على اللون ده يعني تكوني معاه لطيفة جدا جدا تهتمي بيه وتدلعيه والحاجات اللي زي كده فهو بيحب جدا جدا انك تكوني مهتمة بيه يعني نبتعد عن الاهمال لشخصية الرجل الحمل كمان الاهمال في نفسك ان انت تهملي نفسك وتبقي مش مهتمية بجمالك او شياكتك او لبسك او قناقتك طريقتك في تعاملك صوتك ممكن يكون بقي على الحاجات اللي زي كده اهمالك في نفسك بقي شكل من الاشكال اهمال في الشكل اهمال في الطريقة اهمال في الاسلوب اهمال في هو وهو إهمال في بيتك الحاجات الذكية إهمال في الترتيب لأن برج الحمل بيحب الترتيب جداً جداً والنظام ويبقى ربنا يعني وعدك بحاجة كبيرة لو هو برج حمل والطالع حمل فانت لازم تكون يمشي كده على أسس معينة برج الحمل عايز نظام في حياته فده أول نقطة أو أول سر مهم جداً جداً إن الإهمال بيكون سبب للخيانة تاني حاجة الغيرة الشكة الغيرة الشديدة هو برج الحمل بيحب أن تغيري عليه يعني رجل الحمل يحب الغيرة ولكن الغيرة الشديدة اللي هي الغيرة اللي بتدل على الشك أو بتؤدي لطريق الشك أو الشك نفسه برج الحمل هيبدأ عارفين فكرة إن أنت بتكلم واحدة علي مش أنا بكلم واحدة عليكي؟ طب أنا هكلم واحدة عليكي بالعافية فأنتو بتدول الفرصة الشك بيخلي شخصية رجل الحمل فعلاً يفكر ويعمل اللي أنت بتقولي يعني أنت بتقوليله اعمل اللي أنا بقوله لك فخلي بقلنا شوية جدا جدا من الموضوع ده يعني ما نقول لهوش ما نشكش فيه بطريقة من غير ما يبقى معاك دليل لازم معاك دليل واتواجهيه هتواجهي بالدليل اللي معاك بيعترف واش وده قلنا في البداية أما هتبقى بتشكي فيه بدون شك أو بدون دليل هتلاقيه بيعمل اللي انت بتقوله عشان يبقى دليل ليه عشان يعني ملكيش بقى اي حاجة أنا فعلا أبعمل ده فده مهم جدا كمان فيه نقطة تانية غير الغيرة والشك احنا قلنا اتنين التالتة بقى التالتة اللي هي تغور برج الحمل نفسه ازاي ده برج الحمل او رجل الحمل نفسه بيجيله لحظات ويتهور يعني بيهيس مع اصحابه يهيس مع مش عارف ايه انت بقى سبتيه هيس ما انت بقى مهملة بقى فيه مهملة في حياتك في بيتك مش جذبة ليكي قوي خليتيه ينجذب للخارج ينجذب للتهور ينجذب ليه الهيسة والسحاب او الهيسة والحاجات الاسي كده فهب ممكن التهور يساعده جدا جدا على الخيانة لان هو مش لاقي الحد اللي هو بينجذب او مش لاقي اللي معاه بتجذبه ليه فبيدى ان هو ينجذب لحاجات خارج التهور وبرج الحمل او رجل الحمل بيجيله لحظات كتيرة بيتهور فخليه يتهور معك انت ما تهورش مع حد برا كمان فيه نقطة تانية اما بقى رقم اربعة هي المشاكل المستمرة اللي هي مشاكل على اي حاجة مشاكل على قدفة الاسباب مشاكل على اكبر الاسباب مشاكل بشكل دائم مشاكل بدون اختيار الوقت فكرة ان يكون فيه مشاكل دائمة دي بتعمل توطر في العلاقة العاطفية ما بينك وما بين رجل الحمل فبالتالي هو بيزهق لان شخصية رجل الحمل بيزهق بسرعة بيزهق الانتقاد ما هو الانتقاد ده برضو من ضمن المشاكل بيزهق من ان انت تكوني دايما اسمها ايه فرضى سلطتك عليه فرضى نفسك عليه فرضى كلامك عليه اجبار بشكل دائم هو بتلغي كلامه بتلغي شخصيته اي حاجة بيعملها غلط الحاجات اللي زي كده ان انا بعلق على اي حاجة مشاكل خاصة بان انت ليه بتعمل كده الصوت العالي الحاجات اللي زي دي بتوتر جدا فبيبدأ يروح لحاجة تانية يهدي اعصابه عشان كابقلكم اي رجل ولكن يعني اي رجل ممكن يخونه ولكن انا بتكلم على شخصية شخصية فلينا ان احنا نتعلم من الحاجات اللي احنا بنقولها كمان الزنة يعني الخطوة اللي بعد كده اقول سيره بعد كده هو الزنة الزنة الكتير يلا اعمل كذا يلا نروح كذا يلا مش عارف ايه يلا ايه يلا انت ما بتخرجنيش انت ما بتعملنيش انت ما تصفش على انت مش عارف ايه انت ايه انت 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 يلا نروح لما يلا نروح نساوي يلا مش عارف ايه ايه الزن الزن الدماغه بتفرقع يعني انا بقى انا بكره الزن جدا برضو فالزن الكتير ده ممكن يخلي يتوتر يتعصب يبقى يحصل مشاكل يحصل ضغوط نفسية يبدأ برضو يخون فده برضو بيبقى داعي للخيانة يعني زنه متواصل مشاكل متواصلة ده بيقدي الى الخيانة بشكل رهيب تمام في حاجة تانية برضو مهمة جدا جدا بتؤدي الى الخيانة عند برج الحمل وهي انك تفضلي على حد انك تفضلي قصدي حد عليه يعني انك دايما تسيبيه وتروحي تقاضي مع اهلك انك دايما تقولي لا انا انا فلان انا اهلي احسن منك انا اخوي افضل منك تمام كل حد اهله افضل من اي حد ولكن انك تقولي ده فده غلط انت كده بتقوليله انت ملكش ستين لازمة في حياتي انت مش حارف فده مهم ان احنا مش عايزين ندي الشعور ده لان رجل الحمل بيحب جدا جدا يكون مميز في حياة المرأة اللي هو بيحبها بيحب جدا جدا ان انت تديله البرستيج بتاعه يعني انت تكوني مفضلة وسط اهلك وسط اصحابك وسط ناسك فبالتالي مش عايز ان انت يعني تفضلي الناس وتفضلي اهلك وتفضليني معاهم تمام وكي مفيش مشاكل لكن تفضليهم علي انك تروحي وتسيبيني انك مش عارف تعملي ايه وانا زي البطيخة في البيت لا ده ده بيخليه ان هو يخون وش لانه عايز يشوف او يحس برجلته او يحس ان هو ليه كيان وشخصية مع حد تاني فبيبدأ ان هو يتجه ليه مكان مكان تاني كمان يعني من الاخر زي ما بتفضلي اهلك او تفضلي مش عارفين فضلي ما تسيبوهوش فترة طويلة او تروحي تعودي مع اهلك ما تخليه يروح معاك ما تروحوا مع بعض وتيجوا مع بعض خلينا نكون اصدقاء اكتر خلينا نكون اصحاب اكتر على فكرة ده ده داعي للخيانة يعني فيه حاجات كمان تانية بتجذب رجل الحمل جدا جدا ده ممكن نعمله في فيديو تاني يعني حاجات بقى كتير قوي قوي كمان ما لقاش علاقة بالارقام اه حاجات كتير قوي ممكن تخليكي تجذبي رجل الحمل في حياتك وتخليكي الملكة المتواجبة بتاعته هنبقى نتكلم في الموضوع ده اللي له لقيت ان فيه ناس كتير عايزين كمان فيه موضوع تاني او الرقم سبعة اخر حاجة هتكلم عليها هي المقارنة انك تقرنيه برجل انك تقرنيه بجوز صحبتك بحبيب صحبتك بختيب صحبتك هو بيجيب لها مش عارف ايه ده بيعمل لها ايه ده بيروحوا فين ده بيسوي ايه ده مش عارف المقارنة باي رجل تاني انت كانت تلغي برضو فكرة انه هو ليه كيان ليه شخصية انك كمان يكون في حياتك طرف تالت لان هو بيحس ان انت هو مش مالي عينك بيحس ان انت مش معجبة بيه مش هو اللي في بالك انت كنت بتتمني رجل تاني او بتتمني شخص تاني يكون في حياتك فبالتالي مش هو اللي مالي تفكيرك ومالي عقلك فبيدور على الوحدة اللي يحس ان هي مخليا المالك بتاعها ان هي تكون بتفكر فيه على طول وبتديله حقه بريستيجه دنياته الحاجات اللي زي كده ما تقرنهوش بحد فما تقرنهوش طبعا لان المقارنة بتكون سبب للخيانة ان يحس ان في حياتك طرف تقلت ان انت معجبة بحد تاني انه يكتشف حاجة كده ولا كده ممكن حتى ان انت معجبة بس بحد تاني ولكن ده برضو من الامور الخطأ جدا لو اكتشف حاجة زي كده فده هيخلي انه هو يخون المساب أساسا ولكن ممكن يخون عشان يحس بي اللي هو وزي ما انت بتعملي انا هعمل عشان ما يبقاش ليجي حجة عشان المواضيع دي برضو بتكون موجودة طبعا باختلاف التنشاة الاجتماعية للشخصيات بتاعة بورج الحمل لان التنشاة الاجتماعية ممكن تخليه انه هو اساسا مع اول حاجة مش يخونه بس لا يعني يخون ويعمل كل حاجة بمزاجه وفي نفس الوقت يلا تكلي على الله فنخلي ملتنا قوي قوي من الحاجات اللي زي كده ولو لقيت فيه تفاول عن الموضوع دي هعمل لكم ازاي نجزب رجل الحمل عامة مشكركم قوي قوي وما تنسوش اللايك واشتراك في كناة تفعيل الجرس سلام